موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبه وسلم أجمعين النهار دا ان شاء الله هنتكلم على موضوع يعتبر أهم حاجة ومنتشرة جدا في مجال جراحات التجميل والجلدية موضوع النهار دا حيتلخص في استخدامات الليزر في مجال جراحات التجميل قبل ما نبتدي نتكلم عن استخدامات الليزر في جراحات التجميل لازم نفهم يعني ايه الليزر عشان الناس دلوقتي بقوا يطلبوا حاجات وهمية بمعنى عايزة عمل تجميل أنفر بالليزر عايزة أزرع شعر بالليزر عايزة أشفضهم بالليزر الحاجات دي موجودة في الوهم وليست حقيقية الليزر هو عبارة عن ضوء مكسف يعني ايه الضوء العادي بتاعنا بنلاقي أن الأشعة بتاعته بتبقى مختلفة الألوان ومتناسبة معنا الصورة نما واحد كده هنبص عليها هنلاقي فيها أن الضوء بيبقى عبارة عن اللمبة العادية اللي هي الصورة نما واحد بعد إيهزة كالسعاطف هنلاقي في الصورة اللي على الشمال الموجات الضوئية العادية اللي هي بتخرج من أي مصباح بتبقى متعددة الألوان وبتخرج في كذا اتجاه وما بتبقاش متوازية فده بيفقدها جزء كبير من الطاقة الحرارية بتاعتها أما الصورة اللي على اليمين فهي الموجات الضوئية للليزر اللي هي بتبقى أحدية اللون ومتوازية وبتخرج كلها في نفس الوقت فبالتالي بتبقى لها طاقة قوية من الحرارة والاختراك بالنسبة لأنسجة الجسم طيب هنتكلم إزاي الليزر ده بيتكون الضوء العادي زي اللوم اللامبة السانجستيكن العادية اللامبة الصفة الموجودة في كل بيت عندنا عبعة عن الكهرباء بتمشي فيها فبالتالي الكهرباء عشان السلك السانجستيكن ده بتبقى المقومة بتاعته عالية فبيقدي لتواهج السلك ومنها بيشع الضوء اللامبة بتاعت الليزر بتبقى مختلفة شوية أو فكرة الليزر بتبقى مختلفة شوية حنشوفها في الصورة نمرة اتنين حنلاقي إن إحنا عندنا حاجة اللي هي الصورة الأولى اللي على الشمال فوق خالص عبارة عن إن فيه مصدر للضوء اللي هو باللون الأصفر شوية وتحتيه استوانة اللونها برطقاني الاستوانة دي بتبقى فيها المادة الفعالة بتاعت الليزر لما الصورة اللي على اليمين بقى فوق لما مصدر الإضاءة بيبتدي يضيق الجزيئات بتاعت الاستوانة دي أو المادة اللي موجودة في الاستوانة دي بتبتدي تتحرك وبتبقى في حالة هياج فطبعا هي عايزة ترجع لحالة السكون بتاعها فبالتالي بتبتدي الأجسام دي شايلة ضوء الليزر تبتدي تتننح بين النهايتين أو طرفين الاستوانة الطرفين بيبقى الطرف واحد منهم نهاية عكسة مراية عكسة تماما بمعنى بتعكس كل الضوء اللي واقع عليها والنهاية التانية بتبقى مراية نصف عكسة بمعنى ان هي بتعدي 10% من الضوء وبتعكس 90% منه اتجاهات الأضواء بتفضل رايحة جاية بين الماريتين دول لحد ما تبقى الطاقة بتاعتها عالية بما فيك كفاية فبتدي تعمل اختراق للمرأة اللي هي نصف عكسة أو بتعكس أغلب الإشعة بتاعتها و10% منها بينفز فبالتالي بتخرج الأشعة متوازية في وقت واحد وباتجاه واحد ينقصنا ان هي تبقى في لون واحد فكرة اللون الواحد دي تعتمد على نوع المادة اللي احنا قلنا موجودة جوه الاستوانة فبالتالي الضوء المكسف لما يبقى وحادي اللون ومتوازي الأشعة فهو جاء اسمه ليزر طيب الليزر دول لما ييجي على الخلية بتاعت الجسم سواء كان جلد أو شعر أو أنسجة أو واتفر ايه هو بيبقى ليها مصدر حراري احنا لو قربنا ايدينا من اللمبة شوية حنفجأ ان ايدينا تبتل تسخن الشعاع الليزر لو قربنا برضو من ايدينا قعد مدة طويلة حنلاقي ان فيه سخونة أو طاقة حرارية ابتدت تتكون بمعنى ان الطاقة الضوئية بتاعت الأضواء بتتحول إلى طاقة حرارية عند الاستضام بالخلية الجسم أو الأجسام وعشان نبقى عارفين ان الليزر ده بيعمل حاجة اللي هو الاحتراق فلازم عشان نعمل احتراق احنا مثلا عايزين نستخدم الليزر في ازالة الشعر فانا عايز احرق البصيلات الشعرية بدون ان اؤثر على الخلية الجلد اللي حواليها فنحتاج ان احنا نخلي الشعاع الليزر ده يبقى مركز تماما على اتجاه معين أو خلية معينة بسي دون التأثير على الخلية الاخرى فلاقوا زمان ان اشعة الليزر ما تتوجه على اتجاه معين هي بتشعر الحرارة في الانسجة اللي حواليها فابتدت فكرة اللي هو يحط اللي هي الصورة لمثالاتة معانا ان هو بيحط مع الشعاع الليزر بيحط معاه مجلس اللي هو المجلس الحراري اللي هو الشعاع الليزر بيحط معاه مبرد وفي نفس الوقت بيأثر بيبقى الشعاع الليزر ده مدته بسيطة بدل ما هو يبقى مستمر يبقى مجرد عبارة عن نبضة يعني الشعاع الاحمر ده وان هو الليزر والشعاع الليزر بيبقى مبرد فبالتالي يبقى شعاع الليزر او النبضة الليزر تبقى مركزة على خلايا معينة وهي دي اللي بتتأثر بس دون التأثير على المحيط بيحط طيب لما احنا نوجه شعاع ليزر تمام بلون احمر مثلا على الجسم ايه اللي بيخلي خلايا معينة تمتصوا وخلايا تانية ما تمتصوش تمام ففي حاجة اسمها الاسبيكترم او المجال الضوئي احنا ما بنشوف الاضاءة بنفاجأ ان الاضاءة بتاعتنا مكونة من سبع الوان اللي هي الوان الطيف فيه تحت فوق تحت الحمراء وفوق البنفسجية دول مجالين احنا ما بنشوفهمش بس ديهم تأثيرات او فيه انواع من الليزر بتطلع الموجات الضوئية بتاعتها في المجالين دول تمام الالوان دي هي المسببة لان الجزء معين من خلايا هي اللي بتنتصر الاضاءة دي وجزء تانية ما بتنتصراش التغيير الالوان كان اسحق نيوتن اكتشف ان الالوان فيه حاجة اسمها الوان متكاملة بمعنى ايه ان خلط اللون او الضوء الاحمر الضوء الاحمر مع الضوء الاخضر حيدينا لون رمادي وخلط اللون الاصفر مع الضوء الازرق حيدينا لون رمادي فالالوان دي اسمها الوان متكاملة بمعنى ان احنا لو حطناهم مع بعض حيخلطوا ويدونا لون جديد الكلام ده مش منطبق قوي على الصبغات تمام ودلوقتي لقينا العلماء اكتشفوا ان فيه حاجة اسمها كروموفور كروموفور هي الالوان او الجزيئات اللي موجودة في الخلايا او في اي جزء من اجزاء الجزيئات اللي مديها اللون هو الموضوع فيزيك اوي او فيه فيزيائية كتير اوي بس لو فهمناها كويس اوي حنفهم الليزة ده ايه وبالتالي حنطلب جراحة التجميل اللي يخدمها الليزة فعلا الكروموفور دوا هو عبارة عن كرومو يعني لون وفور محب هي الاجزاء المحبة لللون من الجزيئات واللي هي بتديله اللون بتاعه واللي هي مسؤولة عن امتصاص شعاع الليزة فبالتالي ان الشعر مثلا مكون من كروموفور لونو بوني فبالتالي انا اما استخدم الليزة لازم يبقى الليزة دوا من الذي يمتصه اللونو البوني او المكون لخلايا الشعر فبالتالي اؤثر على خلايا الشعر دون التأثير على الخلايا المحيطة بيه جاء العلماء اكتشفوا ان لما الليزة بنستخدمه في حاجات زي تأشير الجلد مثلا واللي هو ازالة طبقات الجلد فلاقينا ان الجلد عبال ما يرجع للوضع الطبيعي بتاعه بياخد فترات طويلة قوي فبالتالي او الاحتراق بيعود مدة طويلة قوي لحد ما يحصل التأم جامل كامل للجلد فبالتالي ابتدوا يبصوا على طريقة جديدة اللي هي احدى الطريقة اللي هي اسمها او الليزة المجزة اللي هي صورة المربعة معنا دي حنلاقي فيها ان الليزة ما بيبقاش بيحرق في مساحات وانما بيحرق في نقط متفرقة وبين هذين نقط في اجزاء سليمة اللي هي بعد اذنك رسول عبدالصورة ربعة حنلاقي في زمان كان منطقة الحرق بتبقى على مساحة كبيرة من الجلد ودي كان بتخليها تاخد وقت طويل قوي عشان يحصل الهينج اللي هي الصورة اللي تحت على الشمال خالص بعد كده ابتدت الطريقة الجديدة خالص اللي هي اسمها فراكشنا الليزر او الفراكسل اللي هو الليزر البارد ان احنا بنعمل احتراق ليزر على هيئة دوايا وبينها بتبقى انسجة سليمة الانسجة السليمة دي بتساعد الانسجة اللي اتحرقت ان هي تلتقم بسرعة وفي نفس الوقت العمق بتاعنا بيؤثر على طبيقة الجلد او طريقة الشد الجلد فبالتالي حنقصر على الجلد ان هو في نفس الوقت بعد ما يحصله تأشير هيبقى مجدود ده كده باختصار اللي هي فكرة الليزر طيب الليزر ده ممكن نستخدمه في ايه؟ استخدمات الليزر زي ما قلنا هو طاقة ضوئية بحولها لطاقة حرارية فبالتالي مفيش حاجة اسمها اعمل عملية تجميل انف بالليزر مفيش حاجة اسمها ازرع شعر بالليزر يعني الفكرة بتاعتها مش موجودة تمام؟ في بعض الابحاث دلوقتي على زراعة الشعر بالليزر بس مش زراعة شعر هي عبارة عن ان انا بسخن فرقة الرأس بمشط الليزر فبالتالي الليزر ده بيبقى مصدر حراري فبيخلي دورة دموية تبقى نشطة فبالتالي الشعر يبتدي ينبت بس الكلام ده ممكن يتم عن طريق استخدام ماء ساخن بدون استخدام مشط ومعنا اتصال اهلا مادم ماريه سلام عليكم سلام عليكم لو سمعت يا دكتور انا عندي حبف وشي وخايف اعمل الليزر يكون يسبب اثر او حاجة تمام اه فتنصحني بايه حضريك عندي كم سنة انا عندي 23 23 سنة في حبوب نشطة بمعنى الليسة بتكون نروس بيضة وكده اه طيب فكده الحبوب النشطة ماينفعش ان احنا نعمل معها ليزر الليزر بيشتخدم عشان علاج اثار الحبوب فيمتيني يا بابا انا سلام عليم طيب ايا الاتصال اتقطع ايا انيسة ماينم بتسأل على موضوع مهم جدا هو استخدام الليزر في حبوب الحب الشباب او علاج حب الشباب حب الشباب في حاجة من اتنين يا اما حبوب نشطة يعني السن اقل من 25 سنة والحبوب دي لسه بتكون نروس بيضة فبالتالي علاجها بيبقى تحفظي بمعنى استخدم حاجات كلمات موضوعية توقف التهابات بتقلل الاثار قد من اقدر لكن بعد موضوع 25 سنة او لو فيه اثار جامدة في الحبوب بنستخدم الليزر كتأشير او تأزالة لطبقات الجلد او موحد للون فبالتالي الليزر هنا بيستخدم لعلاج الاثار وليس لعلاج حبوب الشباب يعني الليزر الوحده ما بيعليجش حبوب الشباب او بيمنع حدوثها انما هو بيستخدم لعلاج الاثار ويفضل استخدامه بعد سن 25 سنة الا لو الحبوب دي سابتة لفترة مدة سنتين وما فيش حبوب جديدة بتظهر والاثار بتاعتها بتبقى عميقة وحنقول زي دلوقتي يعني كمان شوية اللي هي الحبوب الشباب اللي ممكن يستخدم فيها علاجات الليزر معنا الصورة نماء 5 دي بتوضح استخدامات الليزر الليزر بيستخدم في حاجات كتير جدا بيستخدم في ازالة الشعر الزائد يستخدم في ازالة اثار حبوب الشباب زي ما قلنا ازالة الندبات البارزة ازالة الوشم وده للأسف كتر في الفترة الاخيرة شوية وازالة الوحمات الصبغية والوحمات الدموية وازالة الشعيرات الدموية السطحية وبستخدم دلوقتي في عمليات شد الوش او شد الوجه تمام بالنسبة لحبوب الشباب حنشوف الصورة اللي بعدها حبوب الشباب بنلاقي ان هي في كزا نوع منها فيه انواع بتبقى حبوب نشطة ودي ما ينفعش يستخدم معها الليزة لكن لو هي اصار الحبوب دي في فترة بعد 25 سنة ولسه نشطة هنا ممكن نستخدم الليزر عشان نعالج الاصار القديمة منها وخاصة الصورة اللي على اليمين فوق حنلاقي ان الاصار بتاعة الحبوب بتبقى مش مجرد تغيير في اللون زي الصورة اللي على الشمال ولكن بتبقى فيه ندب او حفر موجودة فبالتالي الليزر بيستخدم هنا عشان يساوي سطح الجلد زي ما شفنا اللي هو احسن حاجة بيستخدم دلوقتي اللي هو الفراكشنال ليزر ولو ان الليزر العادي كان بيزيل طبقات الجلد وتتكون طبقات جديدة فتبقى مجدودة برضو معنا اتصال تاني ان شاء الله الحاجة بشرى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انا بنتي لسه صغيرة فهل مثلا فيه حاجات ممكن اتجنبها عشما تطلع لاشي الحبوب دي من البداية بدل ما بتطلع وبقى فيه مشكلة ونحب نزلها هل فيه مثلا حاجات معينة هي اللي بتزوج الحبوب او فيه حاجات مثلا بتمنع زهور الحبوب دي صغيرة عندها كم سنة حاجات عندها كم سنة عندها عشر سنين عشر سنين لسه او لسه تمام هيبقى لحاجاتك حالة ان شاء الله فيه تسخصات تاني لا متشكرة اوزا تحت عام حاجاتك عشان نحمي نفسنا من حبوب الشباب طبعا حبوب الشباب بتظهر اكتر في البشرة الدهنية فده عامل وراسي مش حقدر اخلفه تمام تاني حاجة ان احنا فيه سن البلوغ بتبقى فيه تغيرات هرمونية بتقدي الى انقباض فيه المسام بتاعت الغداد الدهنية اللي موجودة في الجلد فبتقدي لتراكم الدهون تحت الجلد الغداد الدهنية دي هي اللي بيحصلها لها التهاب وبتقدي الى حدوث حب الشباب فبالتالي لو انا بزبط ان الفتحات بتاعت المسام دي تبقى مفتوحة سواء كان باستخدام بعض المنظفات او بعض الكريمات المرتبة فبخلي المسام دي مفتوح على طول فبالتالي ما يحصلش تراكم للدهون في الغداد دي وبالتالي نقلل الاسر الحبوب طيب دي طريقة طريقة تانية افرد ما حصلش الكلام ده وحصلت الحبوب لزي ما قلنا التغيرات الهرمونية هنا هنلجأ ان احنا بنلازم ننفضي الحبوب عن طريق الضغط للخارج ودي بيتبقى احسن يفضل انها تتعامل بواسط ضبيب الجلدية او جراح التجميل عشان ما يحصلش انتشار او فرقع للغدى من تحت الجلد فتنتشر الحبوب في مناطق حواليها بعد التفضية المفروض بستخدم بعض الكريمات عشان امنح دوس ان هي الغداد دي تسيب اي اثار ما حصلش الكلام ده كله لحد سن العشرينات او الخمسة وعشرين زي ما قلنا هيبقى هنلجأ الى علاج اثار حبوب الشباب تمام يبقى دي اول حاجة كلمنا فيها اللي هي حبوب الشباب واستخدمات اللي اذا في علاج حبوب الشباب فيه طور تانية لعلاج حبوب الشباب برضو بس دي تستخدم على مدى طويل ان انا باخد بعض مضادات الحيوية على مدى بجرعات صغيرة على مدى 3 شهر فدي بتقلل نسبة التهاب هي مش هتمنع تراكم الدهون في الغدى الدهنية تحت الجلد لكن هتقلل نسبة حدوث التهابات فيها فبالتالي تقلل نسبة تضخمها وحدوث اثار لها ده بالنسبة لعلاج اثار حبوب الشباب الموضوع اللي بعد كده اللي هو علاج الندبات في حاجة مهمة جدا في حاجة مهمة جدا لازم نقول عليها وهي ان جراحة التجميل تدخلها في علاج الندبات يكون تدخل اصلاحي بمعنى ايه الجلد عامل زي الازاز لو القصر لازم يسيب مكانه شرخ ماينفعش يلتحم ويلتائم تماما فلو شفنا الصور اللي فوق على اليمين هنلاقي ان فيه اثار حرق والليزر تدخل بس فيه الشادو بتاعه او التغير اللوني موجود مراحش 100% الجرح تحسن بنسبة 80-70% لكن ما تحسنش بنسبة 100% في الصور اللي تحت هنلاقي ان الجرح كان عالي عن سطح الجلد دلوقتي بعد الليزر بقى في مستوى سطح الجلد لونه ما تغيرش كتير بس مستوى سطح الجلد بقى واحد هو ده التحسن بتاع الجراحة التجميل او تدخل بتاع الجراحة التجميل ان الجرح او النتبة او الاسار الجرح يعني لما نبص عليها هي اما نقدر نغير في لونها سواء كان بالجراحة او بالكريمات او بالتفاح عن سطح الجلد سواء كان بالحقن بعض المواد اللي فيها كورتزون عشان نقل التلايف الموجود فيها او باستخدام التأشير زي الليزر او التأشير الكيميائي او ان احنا بنغير في المساحة بتاعتها وده بيبقى عن طريق التدخل الجراحي ان انا بقى زيد الندبات ديا وبحاول احول المساحة او الخطوط العريضة منها لخطوط ارفع انما ما فيش علاج يخلي السطح الجلد كما كان 100% وخاصة بعد الحرق تمام؟ في بعض الندبات اللي هي بتحصل بعض الحروق بعد ما العين بيبقى اتحرق لفترة ما ومعنا اتصالتا بنستأذن فقدر يا رسلت الكل محمد ايه بعد اسمك يا دكتور انا سني 30 سنة كان على طول بيظهر لحبوب في المقعدة ال ايه حالك مش سامعك بصالت كويس؟ بيظهر لحبوب في المنطقة اللي ها مش المقعدة مش ايه؟ في المقعدة حبوب بتظهر في المقعدة حبوب اه حبوب اه كانت قبل الجواز بسيطة وبعد كده بقت دلوقتي على طول كتيرة وعلى طول بيبقى فيها وهارش كده تمام ومرتحشا لما هرشها وتطلع دم يعني فعملها بقع والحبوب مش عايزة توقف مهم حيث يا ريت حضركك بس تقولي الرد بعد مقفل عشانا اقدر اسمها حضرتك خلال التلفزيون حاضر تحت اقبع عليك شكرا السيد امو محمد تتكلم دلوقتي في حاجة نتيجة اللي بتحصل لأكتر في السبتات نتيجة لطوبة في المنطقة اللي بين الفرزين والمقعدة بيحصل ان بيحصل التهابات او انسداد في الغدد الدهنية اللي احنا قلنا موجودة في الجلد دي على فكرة حبوب الشباب مش ما يعني الناس فاكرة ان هي موجودة في الوش بس لا هي بتتواجد كمان في الضهر وتتواجد في منطقة المقعدة وبين الفرزين دي المناطق اللي هي متعرف ان هي ممكن تبقى موجودة فيها في مناطق تانية بقى زي البطن زي الفرزين انا لسونا اهم حاجة في الفترة اللي بيحصل فيها احتكاج او هرش او كلام من ده بيبقى فيه علاجات موضعية عشان توقف الاحتكاج او الهرش اللي بيحصل دوا فبالتالي ما يحصلش تقرح فيها فيه سبب تاني بيحصل اللي هي فتحة موضوع مهم جدا اللي هو اسمرار ما بين الفرزين عند السيدات او تحت الابط ده نتيجة لالتهابات مزمنة او التهاب ببعض الفطريات وده بيبقى علاجه يا اما برشامة بتتاخد مرة واحدة في خلال اسبوع بيخف العيان او ان احنا بنعمل حاجة اسمها تأشير ان احنا بنزيل طبقات الجلد الملتهب او اللونه مختلف او غامق في اللون وبتكون طبقات دي ده باللون طبيعي طبعا في خلال ستة شهر مع استخدام كلمات موحيدة للون فبالتالي ام محمد بس يتركز ان في الفترة اللي فيها احتكاك بتستخدم بعض المضادات الحيوية والمهدئات للحكة وبعدها بتبتدي تعالج الاسمرار او الاسمرار الموجودة دي اللي اذا صعب او يستخدم في المنطقة دي فبنستخدم بديل منه اللي هي التأشير الكيميائي نرجع للموضوع الندبات اهم حاجة ان العيان لو ما عيانين وبالذات العيانين اللي هما بيبقوا محروقين مفيش حاجة اسمها ارجع زي ما كنت 100% كله بيبقى علاج عشان احسن الصورة الموجودة ولا يتوجد طريقة ان يتخفي جرح 100% سواء كنا قلنا باما بالتأشير او بالليزر او بالازالة الجراحية او بحاجة استخدام حاجة اسمها ممدد انسجة ممدد انسجة ده عبارة عن بلونة من السيليكوم بتتحط تحت الجلد السليم وبتبتدي تتنفخ فتتمدد المنطقة السليمة من الجلد ابتدي احركها كشريحة جلدية واشيل منطقة الندبة واتعوضها مكان المنطقة الجلد المتمدد دول وبالتالي الجلد بدل ما هم ساحة فيها ندبات بتبقى خطوط على اطراف الشريحة دي نرجع للاستخدامات الاخرى للليزر معنا السور اللي بعد كده اللي هو بيستخدم في علاج الشعيرات الدموية السطحية والدوالي مع تقدم السن بيبتدي يحصل ضعف في الشعيرات الدموية الموجودة في الوجه وضهر اليدين او مع السن الزغير مع الوقفة الكتير او العوامل الوراثية بيحصل ان الشعيرات الدموية الموجودة في خلف رجبة ومنطقة الفرقز بيبتدي تظهر كخطوط رمقة عن اللون الطبيعي وبالبان اكتر في زور البشرة البيضاء هنا هو بنبقى محتاجين حاجة تأثر على الاوعية الدموية بحيث تخليها تنقبض ففيه طرقتين الطريقة الاولى ان احنا بنحقن مادة تصلب الاوعية الدموية الحتة دي يعني بتصد مادة حاجة زي الشامع كده بتصد الشعيرات الدموية السطحية دي طبعا بيبرة فريعة جدا فبتصد الشعيرات الدموية او المنابع بتاعة الشعيرات الدموية دي فبالتالي تختفي الشعيرات الدموية دي بس كده احنا ما حلناش المشكلة من جدورها لان بعد شوية بتبتدي شعيرات دموية تانية تبتدي تظهر بالنسبة للحل التاني غير الحقن هو الليزر الليزر عبارة عن ان احنا بنسخن الاوعيات الدمورية التارجد بتاعنا هنا بيبقى اقراطة دم الحمر فبالتالي اقراطة دم الحمر لما تمتص الضوء او الضوء بتاع الليزر يعني بيحصل ان هي تتجلط فبالتالي تسد الاوعيات الدمورية وتختفي الشعيات دي ونفس المشكلة ان بعد حوالي 6 شفر او سنة بتبتدي شعيات دمورية جديدة تظهر العيان هنا بيفتكر ان هو ما تعالجش لا هو تعالج من الشعيات القديمة انما الشعيات الجديدة دي ظهرت فبالتالي الحاجات دي لها علاج مستمر طبعا حقن الدوالي السطحية او حقن الشعيات الدمورية السطحية دوا ما ينفعش يتعامل لو المرأة حامل لو فيه طريق مرضي فيه جلطات القدم او الساقين لو العيان قاعد فترة طويلة في السرير ما بيتحركش كتير لو فيه سن كبير جدا نتيجة لان الحاجات دي ممكن ان المادة اللي احنا بنحقنها مشتماعية ديا ممكن تتصرف في العيان الدمورية تعمل مشكلة ده باستخدام الليزر فيه علاج الشعيات الدمورية السطحية او الدوالي السطحية في حاجة هناوان بتسترق في يعني الناس تيجي تطلبها يبقى عنده دوالي دوالي بقى اللي هي الضخمة اللي هي بتبان كأنها زي ديدان كده تحت الجلد وبتطلب ان الليزر هو اللي يشيلها ده حاجة من الوهم لان دي اوعية دمورية ضخمة ما ينفعش اقفلها حلها ان انا او ما ينفعش اقفلها بالليزر حلها ان انا نفتح عليها جراحيا ونعمل لها ربط فده اسمه ربط الدوالي طبعا اخواننا بتوع جراحة عامة في عندهم ربط دوالي في ازالة للأويدة السطحية تماما معنا اتصال ان شاء الله مادام سمع ايو طبعا انا من حوالي 11 سنة كده 11 سنة اتعورت في وشي تاولي جندا شوي تمام فراحت الدكتورين قبل كده كان ايه سوى التعويات في كل كان ايه سبب التعويات اه موس الايه موس خط موس 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 اه طيب هي دلوقتي هي موجودة فاني حتة الاول في الخد فين في الخد اه طيب لونها غامق عن اللون الطبيعي نعم فاتح فاتح يعني هي لونها افتح من اللون الطبيعي لونها دركت ايه نعم لونك امحاوي كده ولا ابيض لأ ابيض ابيض ليش ابيض اوي ايه ولونها افتح من اللون الطبيعي ام طيب هل في هي في مستوى سطح الجلد لأ غويطة شوي عميقا ايه دي واحدة هما اتنين في واحدة اتخياتت وفي واحدة لأ في التانية اللي هي ما اتخياتتش ديها دي غويطة شوي غويطة غويطة مايكملش تونتي غويطة اصدنا في كل منا خالص ايه طيب عرضها قد ايه يعني واحد سمتية يعني واحد سمتية ولا واحد يعني حضريك عاييمة السمتية يعني 10 ملي يعني جدير يعني هي عويضة ام اعم يونك الرحد مistle ملي او اتنين اللي اي حضرين ملي او اتنين مش سامعك صحيح ما قول حضرتك ملي او اتنين ملي او اتنين مش سمتية يعني سمتية دا الكبير اوي في الوش يعني بتكوني يعيشها بيها الفترة دي طيب حود على حضريك حالي للع学 في استفسار تاني طيب مادام سلوة بتكلم على ندبة في الوجه ندبات الوجه قلنا ان هي بتتعالج مش 100% بمعنى ان الندبة دي عرضها مليا او 2 طيب ما هو ده الحجم الطبيعي للجاح الرفيع فده مش هنقدر نعمله حاجة لكن نقدر نعمل لها ايه ان لونها فاتح ومستوى السطح بتاعها غويت غويت يبقى انا عايز ارفعه الفوق يبقى ممكن احقن حاجة تحت الجاح ده فخليه يرتفع لمستوى سطح الجلد زي الحاجات اللي هي الهيالوريانيك اسد او الفيلرز او ان انا نحقن دهون فتعلق لمستوى سطح الجلد العلور ده في حد ذاته حيحاول او حيرجع اللون شبر طبيعي شبر طبيعي مش طبيعي 100% بس هيبقى شبر طبيعي بحيث ان الزلال مش حتبان الزلال مش حتبان طيب نبص نرجع كده للاستخدامات التانية للليزر يستخدم الليزر برضو في ازالة الوحمات الصبغية الوحمات الصبغية دي هي تركوزات من الخلاة الصبغية في طبقات الجلد المختلفة وهي دي بتبقى الكرومفور او المحب للليزر زي ما احنا شايفين في الصورة الشمال فوق هنلاقي ان في بقع بنية اللون الليزر بتنتصر سرعة الليزر والخلاة الصبغية بتبتدي تتفتت وتموت فبالتالي الليزر هنا بيبقى يستخدم لإزالة الوحمات دي برضو في الصورة الشمال فوق نفس الكلام فيه بتبقى عميقة شوية ومساحات كبيرة زي الصورة اللي تحت نفس الكلام استخدامات الليزر معينة بتخش لعمق معين وتحرق الخلاة الصبغية دي فبالتالي تودي الموضوع الوحمات الصبغية دي طيب السورة اللي بعد كده اللي هي الوحمات الدموية الوحمات الدموية دي بتبقى الطفل بتولد بحاجة عاملة زي الفراولايا كده في وشه دي يفضل ان احنا بدم هي مش عاملة له اعاقة في الرؤية او موجودة في حتة حساسة زي الكبد او حاولين الفم فدي بنستنى عليها لفترات حوالي سنتين غالبا تسعين في المية او تمانية وتسعين في المية بتروح لوحدها طيب لو هي بقى عاملة له اعاقة زي مثلا عاملة له خيال حاولين عينيه او عاملة له مشكلة في الاضاءة ياريت نشوف الصورة الاخيرة هنلاقي ان الحاجات دي محتاجة ان احنا نعمل تدخل جراحي ان احنا سواء كان اللي هي دي بتبقى عاملة زي الفراولايا كده ومعروفة عند العامة ان هي مولود بفراولايا وبتبتدي تروح مع سنتين لو هي عاملة له اعاقة في رؤية او عاملة له خيال او كلام من دي او بتخر دم كتير او مضايقة بابا ومامته كشكلا دي هنا بندخل جراحيا ان احنا بنعمل لها ازالة جراحية الازالة جراحية بتاعتها بتسيب ندبات يمكن لو احنا سبناها لسنة سنتين تبقى افضل بالنسبة له في انواع تانية من الوحامات اللي هي زي المؤلف علاء الاسواني موجودة حوالين بقه دي الوحامات اللي هي منتشرة في مساحات كبيرة ودي بتستخدم الليزر فيها عشان نقلل المساحة وليس اخفاءها تماما دي استخدامات الليزر بدون جراحة طيب فيه كتير اول يومين دول بيكلموا على التخسيص بالليزر الليزر لا يستخدم للتخسيص ولكن الليزر يستخدم للشابينج او اعادة تشكيل او تنصيق الجسم هي فكرة شفط الدهون ان انا بقصر الخلايا الدهنية سواء كان بحق سائل بخلي الخلايا الدهنية تنتص وتنفجر فيبقى الدهن مسائل ابتدى اشفطه البرة او ان انا ادخل ابرة فيها شعاع ليزر يقصر جدار الخلايا الدهنية ويبقى الدهن مسائل اشفطه البرة أو إن أنا أعمل موجات صوتية من الخارج فتخلي الترددات بعيدها تخلي الجدار الخلال الدهنية تنكسر فالدهن يبقى مسال وأشفطه لبرا فبكده دي تلات طور لتكسير الدهون وفي الآخر الدهن بيبقى مسال تحت الجلد لازم أعمله عملية شفط لبرا طيب مال إيه بقى الليزر اللي بيستخدم للريشابينج هو عبارة عن حاجة اسمها ريديو فريكوانسي وده بيبقى ضوء خفيف جدا زي الليزر بوينتر اللي إحنا الأطفال بيلعبوا بيدوان وبيبقى معاها سخونة وبيتحرك على الجلد مع مساج فبيتالي بيحصل تكسير للدهون السطحية فقط وده يستخدم لتنصيق الشكل الخارجي للجسم لكن ما بيستخدمه مش للتخسيس يعني بمعنى إن واحد وزنه مية ما ينفعلوش شفط الدهون بالليزر أو ما ينفعلوش كالتنصيق الجسم بالليزر لكن بنعمله لمسلا وزن 80 أو وزن 60 على حسب الطول طبعا تكسير الدهون بالليزر اللي هو شفط الدهون بالليزر ده عبارة عن إحنا بنفتح فتحة صغيرة ونتدخل إبرة وبيبقى مكلف شوية لإن الإبرة دي بتبقى مستخدمة للشخص ده وبتترمي بعد كده ما بتستخدمش من الشخص للشخص وبتستخدم تكسير الدهون في المناطق اللي هي موجودة زي اللغض أو الظهر أو في الساقين لإن المناطق دي لما بلاقينا إن إحنا بنعمل شفط الدهون العادي بيبقى فيه تجمعات دموية أكتر شوية من الطبيعي إنما بمنطقة البطن والصدر والفرزين والحيدة دي الشفط العادي بيبقى أوفر وفي نفس الوقت على مدار 3 شهر بيدوق الاتنين نفس النتيجة فبالتالي شفط الدهون بالليزر يستخدم لأجزاء معينة للجسم وشفط الدهون أو الريشابينج أو التنصيج بيء الليزر يستخدم لأوزان معينة ومش كل حاجة في التجميل تستخدم لها الليزر ومش كل حاجة في الطب لها الليزر أرجو إن إحنا نكون وضحنا موضوع الليزر في جراحات التجميل وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة